اشتركوا في القناة موعد بث الحلقة هو الآن موجود في برج الميزان بعد قليل بعد ساعات رح يبدأ في خلو مصار رح ينتقل القمر من الميزان لبرج العقرب وكمان في عنا انتقال للمريخ للمشتري عفوا رح ينتقل المشتري اليوم في ساعات الصباح من برج الدلو لبرج الحوت القمر الان موجود في منزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستقرار الجيد طبعا القمر رح يضل في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 47 دقيقة من ظهر اليوم الاربعاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر زي ما حكينا الان موعد بث الحلقة اللي احنا منبث الحلقة الساعة 2 بتوقيت جرينيتش القمر موجود في برج الميزان طبعا الساعة 19 و 10 دقائق بتوقيت جرينيتش مساء من مساء الليلة هاي اللي هي ليلة الثلاثاء بيبدأ في عنا خلو المسار خلو المسار مدة 5 دقائق يعني لغاية الساعة 9 و 15 دقيقة مساء طبعا معروف انه فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم القمر الساعة 9 و 15 دقيقة مساء بيستقر في برج العقرب عشان هيك رح نحكي احنا عن انتقاله للعقرب ما رح نذكر تواجده في الميزان القمر لما بنتقل طبعا بلشت التأثيرات من ساعة بث الحلقة التأثيرات برج العقرب تسيطر على جميع الابراج فعشان هيك في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدته طبعا الانتقادات والغيرة هاي بتلعب دور ملحوظ بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا بهاي الفترة شراء بوليس التأمين يعني بوليس التأمين معناها اللي هو عقد التأمين او اللي هو العقد اللي بصير ما بينك وبين شركة تأمين يعني تأمين على السيارة تأمين على الحياة تأمين على الصحة هذا العقد اللي بينك وبينه اسمه بوليس التأمين برضو الفترة هاي تصلح لقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي بتأثر خلال الفترة هاي على جميع الابراج كل الزوايا بتأثر على جميع الابراج اول زاوية هي زاوية تسديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون طبعا هاي رح تستمر لغاية يوم ثمانية وعشرين اتناعش اخر تقريبا اخر ساعات في هذا اليوم بتخلينا شوي عنا قدرة على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو هاي تأثيرها لغاية يوم ثلاثين اتناعش يعني لاي اليوم وبتنتهي تأثيراتها هاي الزاوية عادة بتخلق الممتزج بين سعيد ومنتحس مع بعض فعشان هيك العلاقات الناجحة في هاي الفترة بتتدعم اكثر وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها تتدعم وتتعزز اكثر فاكثر اما بالنسبة للعلاقات الضعيفة فممكن تنتهي في هاي الفترة بشكل عنيف جدا بسبب مزاجيتنا وعدوانيتنا وعصبيتنا في هاي الفترة وخصوصا العلاقات الضعيفة وبتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بعد انتهاء هاي العلاقة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بدء زاوية او تأثير زاوية اللي هي زاوية التسديس السعيدة او الايجابية بين المريخ وبين زحل وهاي رح تستمر لغاية يوم ثلاثة واحد تأثيراتها بتخلي في عنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب عن العقبات وتجاوزها بشكل جيد وبتدعمنا في عملنا ومشاريعنا اما بالنسبة للزاوية الاخرى اللي رح تتشكل برضو هي زاوية التثليث ما بين الشمس وما بين اورانوس هاي مستمرة لغاية يوم اربعة واحد يعني بدأ تأثيرها ورح الكل يشعر فيها فهاي الزاوية بتعزز قدراتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث عنها اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي ما زالت مسيطرة واثارها طبعا واضحة اللي هي زاوية السلبية التربيع ما بين زحل وما بين اورانوس وهاي رح تستمر لغاية 13 واحد هي اللي اكثر اشي شعرنا فيه بخلال الفترة هاي انه الناس حوالينا اصبحوا مندفعين في تصرفاتهم ومتمردين على كل القيم والعادات حتى الابناء بتمردوا على آباءهم في هاي الفترة هي اثرت بشكل ملموس على الواقع حوالينا لانه هاي بتأثر على الحوادث الطبيعية اثرت انه لها تأثيرات على العواصف خلل بالجو لها علاقة بالزلازل امور لها علاقة بالطائرات وسكك الحديد يعني كانت واضحة بشكل كبير وخصوصا العواصف والامطار والثلوج اللي تقريبا دخلت بشكل عنيف شوي خلال هاي الفترة والزلازل برضو بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل اول حدث رح يصير هو حكينا عنه انتقال المشتري المشتري رح ينتقل من الدلو الى الحوت وهذا الانتقال رح يكون الساعة اربعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينج طبعا في حلقة كاملة نزلت عن المشتري اللي ما تابعها وحاب ياخد تفاصيلها وتأثيراتها وإيش تأثيرات وهي تقريبا نقدر نحكي توقعات سنة يعني اللي بفهم المشتري بالضبط وبفهم زحل طبعا زحل نفس تأثيرات السنة الماضية ولكن اللي بفهم المشتري تحديدا بفهم التأثيرات الإيجابية خلال السنة هاي رح تكون ايش وايش اللي يستغله ويركز عليه اكثر اشي لانه اللي بدعم يعني هاي بمعنى اخر اللي بفهم المشتري بفهم توقعات السنة بالكامل يعني ما في داعي يسمع توقعات سنة لأي حد انسولي الاشخاص اللي بيحكوا عن التحول السنوي والنهاية السنوية والانتهاء السنوي وانش عارف ايش هم محرين بتروح بتسمع انت توقعات السنة الماضية بتشوف يديش انطبق عليك من الكلام بتاعهم بتجد انه انطبق عليك 5% 7% يعني كاقصى حد اذا طالعك وصد في لعب الدور بتصل لعشرة في المية فهاي الاشياء احنا ما منخوض فيها احنا انها بالعلم الواقع بيسموا عبور هم بيأمنوش فيه هم حرين ولكن هاي تأثيرات كوكب داخلة على بيت او على برج فعشان هيك تأثيراتها قوية جدا وتعتبر هي رمز تأثيرات خلال هذا العام طبعا المشتري رح يمكث في برج الدلو رح يمكث في برج الحوت لغاية مساء يوم عشر خمسة بعدها في يوم عشر خمسة رح ينتقل للحمل اما بالنسبة للزاوية الاخرى اللي رح تعطينا الطاقة اليوم هي زاوية اقتران ايجابية بين عطارة وبين الظهرة وهاي ذروتها رح تكون الساعة عشرة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي مستمرة الزاوية لغاية يوم ثلاثين اتناعش هاي بتعزز المواهب الفنية والادبية عنها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي الزاوية كلها تأثيرها طول اليوم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاث وخمسين دقيقة عصرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة اربعة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعراقيل تطلب منا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون اكثر حساسية اثناء وجود القمر في برج العقرب واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية هي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الاحليل الغدد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانة والجينات بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى بالعمليات الجراحية ما في اي مشاكل ولكن الأعضاء اللي ذكرناها الان هاي تخضع للعلاج والفحوصات اذا درت انك ما تعمل عمليات الجراحية لهاي الاشياء طبعا يكون افضل ولكن اذا كان اضطراري تعملها يعني بدك تتحمل شوية آلام بسيطة او بعض المضاعفات بالنسبة لليوم هذا غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقل والجراحة وذلك لانا ذكرنا انه الزهرة بتراجع ففي الفترة هاي احنا عادة منقول انه لا تصلح للعمليات التجميلية آآ يصلح لازالة الشعر الزائد آآ تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي القص العلاجي هم من الاشخاص اللي عندهم ضعف او تلف في الشعر وبدهم اياه ينمو او يتكاثر او يتزايد فهاي الفترة لا تصلح لها للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في اي مشاكل خلال هذا اليوم لا اخذ لقاح كورونا ولكن مع زي ما حكينا النوبة تأخذوا بعين الاعتبار اللي هو حبتين بندول كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام عشان المضاعفات والحرارة واذا صار فيه نوع من انواع التهيج مكان اللقاح اخذ حبة موضى التحسس بكون افضل بما ان القمر موجود في برج العقرب او يستقر في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم ثلاثين اطناعش بيبدأ في تمام الساعة خمسة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة احداش واربع دقائق مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال خمسة وعشرين يوم وطبعا بيكمل خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة اطناعش بعد منتصف الليل بصير نسبة اضاءته خمسة وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الميزان دينتقل للعقرب زي ما حكينا رح يمكث في العقرب لغاية يوم ثلاثين اطناعش اليوم منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الجدي حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم اربع وعشرين عشرة خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم اربع وستة منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما انه بده ينتقل ويصير في البيت الثامن فمعناته الراح يتحمل لك فرص مالية فعشان هيك اليوم بيحمل فرص لمكسب مالي مصدر شراكة او تعويض ولكن بالمقابل بدكوا تنتبهوا لصحتكم او صحت قريب لالكم لانه بدكون بحاجة للرعاية اكثر حاول انك تعالج الامور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الاجواء حاول انك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد او على مشروع في منك رح ينشغل ببعض المسائل العائلية او البيتية او يعني يصير عنده بعض الامور اللي بدو يهتم فيها الى امور اجتماعية عائلية اكثر ولكن الاهم تنتبهوا على اموالكم من السرقة وضياع ما تكفلوا حد في الفترة هاي وممكن تطالبوا بحقوق لالكم او بعض الاموال اذا يعني الكو ديون ومش عارفين تحصلوها برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم اهم شي القمر الان مقابلكم تماما فعشان هيك بتفكروا في تدعيم الشراكة وعلاقتكم بشركاء العاطفة وشركاء العمل اكثر في هاي الفترة اهم شي انك تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرت صوتكم لانه طاقتكم شوي بتكون ضعيف شوي فحاولوا تتعاملوا بلين فلا تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن هاي الفترة شوي تسبب لك بعض الحزن او الاكتئاب او الضغط او تشعر بالظلم او القاهر ماتي اس من هذا الموضوع وكون صبور لانه اول اشي القمر لما بكون بالمقابل بعطيك ايجابية على مستوى الشراكة وتعزيز الشراكة والامور هاي ولكن لا بسبب ضعف طاقتك ممكن انك تشعر بكل الامور اللي حكينا عنها برج الجوزة القمر الان انتقل ونعتبره انه دخل بوصل للبيت السادس فعشان هيك بتهتموا بامور بتتعلق بالعمل زملاء العمل انجاز اعمال عمل متراكم او امور الها علاقة بالصحة مراجعة صحية او مراقبة صحية او بعض الفحوصات فعشان هيك يحاولوا ان كل يوم تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم واخذوا قصد كافي من الراحة حاولوا انه ما تسمحوا لأي شخص بانه يشكك بقدراتكم ناقشوا استفسروا عن التفاصيل استشير الخبراء بس اهم شي انك ما تتشبث برأيك واستمع لاراء الاخرين بهدوء وروية حاول انك ما تتسرع في قراراتك لانه اليوم ممكن تنشغل بملف او بمعاملة شوي يعني تكون صعب عليك برج السرطان ابتجتازوا يوم ايجابي جدا لانه القمر صار موجود في البيت الخامس للكم يعني بيت الحظ والعاطفة فعشان هيك اليوم هذا ايجابي وبيبعث على البهجة والانشراح التقرب من الاحبة والمصالحة واليوم هذا ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ممكن تنجح في مفاوضات ممكن تحقق اعمالك تقدم واضح اهم اشي خصص وقت لعائلتك لا احبائك في هذا اليوم لا ابنائك انت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط الاجواء ايجابية عاطفية تجميلية ممكن تمارس هواياتك فيه فعشان هيك يوم ايجابي استغله برج الاسد القمر الان وصل للبيت الرابع يعني بمعنى اخر بيت البيت وبيت العيلة فعشان هيك رح يكون فيه انشغالات عائلية وبيتية او اشيء العلاقة بالمنزل وتعديلات او تصليحات او اعطال او يعني امور اجتماعية عائلية فعشان هيك رح تنهمكوا في ادخال تعديل على مسكنكم منكم اشخاص ممكن يغيروا سكنهم او يميلوا للتقرب من افراد العائلة او مديد العون لالهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من انواع المواجهات مع الحبيب او مع احد افراد العائلة الفترة شوي بتكون متوترة لانه منعتبر زاوية تربيع مع برجك فبتضطر للاهتمام باحد افراد العائلة او بعطل منزلي اهم اشيء انك ما تهمل صحتك وحاول انك تعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة برج العذراء بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات القمر موجود الان في البيت الثالث يعني بيت الطاقة الايجابية بالنسبة لالك فهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع اخ او جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح افكارك منكم اشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية او يسمع خبر سار او يبدأ في عمل الاعلاقة بالتواصل عندك قدرة على الاقناع عالي جدا وقدرها على المفاوضات عالي جدا وعلى التكلم عشان هيك اللي عنده سلعة وحابب يروجلها اليوم هذا يوم مناسب لهذا الامر برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والامور المالية لانه القمر صار في بيت المال فعشان يكفي بعض الفرص المتاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي او مستردات هبات نوع من انواع الدعم هاي الفترة حافلة بالاعمال والمسؤوليات اهم اشي انك تتفائل بالخير وتتحرك اسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الاجواء وحسن العلاقات الفترة هاي بتحمل انشغالات على الصعيد المالي ممكن اموال لا اليك بدك تحصلها او فواتير عليك بتحاول تسددها يعني في انشغالات مالية كثيرة رح تكون اهم اشي تنتبه على اموالك من الصرقة او الضياع وما توقع على اوراق دون دراستها وتحليلها بشكل جيد برج العقرب طبعا بدنا نعتبر انه القمر انتقل وصار موجود بالعقرب هو من الان انتو بلشتوا تشعروا بنوع من انواع الحيوية في نوع من انواع النشاط بلشت تأثر عليكم طبعا هو لانه القمر خلاص وصل لعندكم فبتجدوا اليوم انه حتى افراد الجنس الاخر بينجذبوا للكم اكثر بتلاقوكوا بطاقة وحيوية اكثر معجبينكم اكثر بادروا لخطوة جديدة من شأن هنهى الدعم من مركزكم الاجتماعي لانه هذا اليوم مناسب لهاي الامور واليوم رح تجد انه الامور بتدور باحداث متسارعة جدا القمر في برجك بعطيك طاقة كبيرة بتستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره من ايام فعشان هيك ممكن تفرح لخبر او لانجاز معاملة وممكن تنطلقوا اليوم بمهمة طال انتظارها فيه اشي جديد رح يدخل حياتك خلال هذا اليوم وتعتبر هاي الفترة من اكثر ايام الشهر حظا برج القوس ابتجتازه بصورة عامة يوم غير مريح لا صحي ولا نفسي رغم عدم وجود اي مخاطر طبعا هو تلقائيا موجود القمر في بيت المتاعب لأي برج يعني فترة صعبة شوي على نفسيا وصحيا فعشان هيك بتكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وحاولوا انكو تخلدوا للراحة حادروا من بعض المحتالين حادروا من خيبات الامل اللي ممكن توقعوا فيها بسبب وعود كاذبة او يعني بعض الكلام المطمئن اللي مالوش صحة مالوش اي دليل وهذا الاشي رح يشوي يسبب لكم نوع من انواع الاحباط يعني شخص يوعدك في شيء ويخلف الوعد والفترة هاي الحضوض بتكون فيها قليلة اهم اش انك ما تجازف بحضوضك يعني ما تراهن على الحد ممكن شوي تشعر بنوع من انواع التأثير او الفوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر الان دخل على بيت الاصدقاء بيت العلاقات الاجتماعية فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم ووسعكم تحقيق امنية بمساعدة صديق اهم اشي انك ما تعمل وحيد حاول انك تشارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود احد الاصدقاء اليوم او الاصحاب وممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر او يتوجه لك دعوة لحلول حفلة او مناسبة او تسعد من لقاء اجتماعي معين الاجواء جيدة على كل المستويات اللي ذكرناها المستويات الاجتماعية فممكن تستغلها ويكون لك نصيب منها برج الدلو يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تحسين على عملهم او طبيعة عملهم والاشخاص اللي بيعملوا بينجحوا باثبات جدارتهم ونيل رضى المسؤولين لان القمر صار موجود في بيت العمل وبيت السمعة فعشان هيك يا بشهرك يا اما بيوقع عليك اللوم بسبب اخطاء منكم اشخاص ممكن يهتموا بصحة احد الوالدين اهم اشي انك ما تنجر ورا التسرع والانفعال بالعكس بدك تكون هادئ القمر بشكل نوع من انواع التحدي في لحظات معينة فممكن تبدو غاضب او عدائي بدك تحاذر الخلافات اليوم ممكن تكرم او تحصل على فرصة مهمة الاهم ما تغامر ما تجازف ما تشوه سمعتك هاي اهم النقاط برج الحوت القمر صار موجود في البيت التاسع بما انه تدخل على البيت التاسع يعني بيعطيكم طاقة قوية وبيت حليف لالكم عشان هيك ممكن اليوم يصلكم خبر من بعيد او من شخص خارج البلاد بتشعروا بقوة العاطفة اكثر بتنهمكوا بامور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد اه في منكوا اشخاص ممكن يعملوا مقابلة اليوم او يكون عندهم اجراء مقابلة فراح يكون الدعم حليف لالهم برضو مناسب هذا اليوم للامتحانات لللي بيدموا امتحانات او دراسات عليا ممكن بعضكوا يسافروا في رحلة او تفرح لانفراج او تسوي مهمة ابتهتم بهواية جديدة ممكن تكون حيويتك عالي جدا ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط الاجواء جيدة وداعمة كثير فعشان هيك بتعوض كثير من الاشياء وتكون لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة